كل يوم الصبح نصحى على اخبار عن ان فيه علم جديد عمل محدش يعرف عنه اي حاجة خالص ولا يسمع عنه اي حاجة غير صاحبه اللي مقالفه وغالبا بتكون العلوم الزائفة ديات معمولة عشان خاطر ياما مثلا عن تحط في افلام خيال علمي او مسلسلات او ممكن تدخل في بعض حلقات جنبه للمدهش لكن الواقع ان الحاجات دي ملهاش اي اساس وصحة علمية والكلام فعلا ممكن يودي ناس كتير في المشاكل ومفغينا عنه والعلم الزائف اللي بنتكلم عنه من مهاردة فدل منتشر لفترة طويلة جدا لحد تقريبا مشارف العصر الحديث ومع ان العلم ده فعلا ملوش اي اساس من الصحة ويبان كلامه غير منطقي بالمرة الا ان في ناس كتير جدا بتتفائل بيه وبتحب انها تسمع عنه او تعرفه نظرا لفكرة انه هو ممكن يكون سبب حل المشاكلهم او انه حاجة تجربية ممكن تساعدهم ما انه اصلا لا لي اي علاقة بالعلوم ولا بالتجربية اهلا وسهلا لكم حلقة جديدة مكهب روبيت نهاردة بنتكلم عن الفرق ما بين علم الفلك ومش علم التنجيب مبدئيا كده وقبل الكلام في اي حاجة لازم نكون عارفين ان علم التنجيب وعلم الفلك كانوا في الوصول القديمة بيتعاملوا على انهم علم واحد وبدأوا ينفصلوا تدريجيا لحد ما فعلا اصبحوا علمين مفاصلين تقريبا في القرن السبع عشر اللي هو عصر التنجيب لما كان ساعتها بيتم رفض اعتبار التنجيب كعلم من اساسه وخلال الجزء الاخير من فاطلة العصول الوسطى بقى علم الفلك هو الاساسي وعلم التنجيب اذا جهز تحبير علم يعني هو مجرد تابع ليه وطم الفصل ما بين العلمين عن طريق يوهانس كيبلر وطبعا لو حاسس انك بتشبه على اسم كيبلر فنعم فعلا انت تعرف كيبلر ان كيبلر دوت هو اللي بتسمع اسم الكواكب اللي احنا بنحاول لوحواها النهاردة بكونوا عليها شبه الارض في طبيعة مشابهة شوية لها من حيث التربة ومن حيث المية الاخير من القرن الثمانتاشر وبيتم التعامل معاهم هما اللي بنتكلم عنهم النهاردة كاختصاصين مختلفين ومنفصلين بحيث ان تم تعايف علم الفلك انه هو علم طبيعي بيدرس الظاهر الفلكية والاضرام السماوية وبشكل عام بيفصر الفلك كل ما بينشأ خارج الغلاف الجوي لوقت وبقى علم الفلك بيتدرس عن طاق واسع من دبن الاندباط الاكاديمي يعني مش بيقبل الفتوى الشخصية لكن مبني على اساسات علمية وعلى النقيد الاخر طبعا علم التنجيم اللي هو بيستخدم المواقع الظاهرة للاجرام السماوية عشان يتنبأ بأحداث مستقبلية وهو زي ما احنا عارفين ماروش اي معنى انما هو مجرد علم زاف وفي مرحلة ما قبل العصر الحديث مميزتش الثقافات في التوقيت دو التمييز واضح ما بين التخصصين وكان اللي اتنين بيتدرس مع بعض انهم نظام واحد يعني مثلا لو بنتكلم على بابل القديمة اللي هي العلاقة دلوقتي فساعتها ما كانش عندهم اي فكرة عنه هما يدرسوا العلمين دول كعلوم منفصل يعني كان ساعتها علم الفلك بتوقع منه الظاهر السماوي والمنجم اللي بيقدر ان هو يفسر الظاهر ديه وكان كتير جدا نفس الشخص بيطلع بدورينه والتداخل ده زي ما قلنا ما يعنيش ابدا ان العلمين دول كانوا حاجة واحدة يعني مثلا المفكرين اليونانيين القدماء خالص اللي قاتوا قبل سوكرات اتكلموا عن طبيعة ومضمون النجوم والكواكب اما علماء الفلك زي بيدو كوس اللي كان معاصر الايام افلاطون درس حركات ودورات الكواكب وحط نموذج موحد لمركز الكومي وده اللي وافق عليه ارسطو في التوقيت دوت واستمر الاعتماده لحد ايام بطايموس اللي اضاف طبعا التدورية لشارح سبب الحركة الخلفية للمريخ نروح بقى لمدلسة افلاطون نفسه اللي شجعت على دراسة علم الفلك كجزء من علم الفلسفة لان الحركات السماوية بتدل على تنظيم وتناغم الكل وفي القرن الثالث قبل الميلاد وصل التنجيم البابلي للاغريك منطقة الفلسفة الهلانيين اليونانيين وفي العصر الهلاني اليوناني تم استعمال كلمة الابراج اللي هي استرولوجيا والفلك استرونوميا بشكل متبادل لكن من ناحية النظرية كانوا مختلفين ودرس افلاطون الفلك وشدد على وجوب تفسير الظاهر الفلكية باعتماد الوصف الهندسي بينما مثلا ارسطو على النهج المعادلي كان بيستعمل كلمة ابراج استرولوجيا عشان يفصل نفس الحياة ولي طبعا ما كانش مزبوط بالمرة اما بقى لو سبنا العصور القديمة والوسطى واي حاجة زمان وجينا في العصور الحديثة هنلاقي مثلا كارل ساجن عامة من الفلك الامريكي بيوضح المضوع دوت في كتابه كوزموس وقال لو انت مثلا من مواليد بورج المزام وحاولت تشوف الطابع بتاعك فاشهر كتير هتلاقي ان هم جايبين نفس الكلام وهتلاقي المنجبينك بينصحك بانك تسترخي عشان دوت بيساعد ع تخفيف التوتر وطبعا دي مجرد جملة عامة جدا ممكن اي حد يديها نصيحة لاي حد ع كتاب من غير اي لازمة اما لو رحنا لصحيفة تانية مثلا اليومين دول هتلاقي مثلا انها بتقول لبورج المزام نفسه نصيحة من نفس النوع اللي هي مثلا اطلب المزيد من نفسك وفي الحقيقة الجملة دي منقدرش نسميها تنبؤات بحيث ان النجميين بيقولوا الحاجة اللي المفروض تتعمل زي مثلا مدرسة التنمية البشرية من غير تفاصيل وده اللي دي تنبؤاتهم تصممت عشان خاطر تناسب اي واحد يتقال عن الكصة ويتقال عن التنبؤ بشكل غامض وتنفع على اي حد نحب ننور على ان العلوم الزائفة بنساعد بداية البشرية لحد النهاردة كتيرة جدا 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 والفرق الوحيد ما بينها وما بين العلم الموجود فعليا هو فكرة ان الحكاية دي ازا ما كانت حقيقية هتكون نتائجها موجودة فعلا يمكن تطبيقها ولو ما كانتش حقيقية فمش هيكون لها اي دليل ملموس ولا حتى غير ملموس وفي نهاية الحلقة ما تنسوش لايك والشير وتفعلوا زر الجرس بعد ان تشترك في القناة عشان توصل لكم من الحالات الجديدة في مواعدة مع الف سنة موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة